على وقع الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحادة التي تعيشها السودان وسط خلافات المكونين المدني والعسكري دقت الأمم المتحدة ناقص الخطر في هذا البلد بعثة الأمم المتحدة إلى السودان حذرت من خطورة غياب الحل السياسي في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد وبحسب رئيس البعثة فولكير بيرتس فإن كل المحاولات فشلت في التوصل إلى توافق بين القوى السياسية والجيش فولكير بيرتس حثى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وبقية القادة العسكريين على الالتزام بتعهداتهم بتجسيد الانسحاب من المشهد السياسي على أرض الواقع كما شجع الأطراف السياسية على توافق لإيجاد مخرج من المأزق الحالي كما عبر المبعوث الأممي عن قلقه من تصاعد العنف القبلي والتهديدات المتزايدة على المواطنين في ولايات دارفور والنيل الأزرق وطلب السلطات بالتعجيل بتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين والتي تدعمها الأمم المتحدة هذا ويعيش السودان منذ انقلاب الجيش في تشرين الأول أكتوبر الماضي أزمة سياسية حدة وخلافات بين المكونين المدني والعسكري على خلفية استيلام الحكم وتشكيل الحكومة يشار إلى أن الاجتماع الرسمي الذي كان مقررا بين قادة الجيش السوداني وقيادات قوى الحرية والتغيير وقادة الحركات المسلحة قد تمت أجيله لأجل غير مسمى الأمر الذي أثار مخاوف على مستقبل الانتقال الديمقراطي في البلاد